بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سلام عليكم حبيباتي السلام يا الزيناتي الغاليات مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو جديدة ليشالله تلقاكم بخير وتلقاكم امهنيين نبدو الفيديو ديانا بهاد الباقة تعال ورود الجميلة هاده اللي هدوها لي واللي انا تاني بدوري نهديها لكم ليكم انتم حبيبات قلبي ونقولكم يوم سعيد ناكد نقول يوم سعيد ماشي عيد سعيد هاده بش نتفاده ودي من هادو والأعيد وما أعيد نقول لكم حبيبة قلبي إن شاء الله كل عام وأنتنا بألف خير وأنتنا بألف صحة وصحة وصحة وعافية أنتوما وعائلتكم آمين يا رب العالمين نقولها لحبيبتي وصديقتي سيسي قاتو ألف خامة نقولها يعطيك الصحة على هاد الورود الجميلة إن شاء الله ينور ياماتك حبيبتي ويحقق لك اللي في قلبك وينور ياماتكم أنتوما تاني حبيبة قلبي إن شاء الله كل عام وأنتنا متألقات جميلات إن شاء الله دايما وانتوما فرحانات وزاهيات حبيبات قلبي نبدأ وله فيديو دينا دوك من الورود نروح وليشقى ما عدنا ويننا هربو ما لغي نحبو نهربو شوية من شغل مما عدنا ما نديرو هذا الشغل يتبع فينا دايما رب إن شاء الله يقدرنا وتكون دايما تكون الصحة ولهنا ودايما نديرو في بالنبل اللي هاتشغل هو راح حركة لنا وراه سبور لنا دونك راح حاجة راي في الفايدة وتاني ما ننسوش باللي النظافة راي من الإيمان وكيما شتودو كهنا يا بديت فريساني تاغ شغلي درت الرغيوة للحوض كيما كتوفو استعملت جافيل ستيك يعني صراحة اسم على مسمى ستيك الحالة الله الله لي من ريحة يا البنات ولا من النظافة ولا من البيوضية ولا حتى في الثمن تاغو اللي راهو اقتصادي يعني ديري قطرة يرغون ويفحفح ستقولي يعني كي نخدم به هاكده ليسانيتا ولا نديرو في الكوزينة ولا حتل تسيق ريحة تعو ريحة تعنقة ريحتو ما شاء الله يعني هادك القرعة ولا هادك البيدونة تعزو جري ثلاث راه يتشد لك شحال لانه كيما قتلكم راه جد مركز ويرغون ما شاء الله ويخرج ما شاء الله يعني هاي يعني لابلنا كامل دكرانا معاني توايش تعرمضان وكامل راح يعاونك بزف بزف من الحوض نروحو أعزكم الله للميرحاض حتى هو درت له رغيوة كامل كيما راكو تشوفوا معايا تاني عندي هادا ستيك الخاص بالتوالات أعزكم الله حتى هو يعني يقضي على الكالكاغ ويعطر تاني ريحتو ما شاء الله على كل حال على بالي اللي بخدوه تاستيك راكو تلقوهم لبنات فليسوبيغات ويعني الحق كل من توجد تحهم ذات جودة عالية وحتى دائما في الثامن تحهم راهم اقتصاديين يعني راهم بسعر منخفض مقارنة بضوط بخدوي والا درت هادك تاني البلوك فيسي هادك تاني مليحة هادك ما تخليش تارسوبات يعني تكونوا في المرحب وتاني يعني راهي تعطر تعطروا تخلي ريحة ما شاء الله وكشغل كل من طلقوا بتغسل لنا المرحب اعزكم الله هنا يا خسلتي اليوم قبل ما نشارك معاكم الوصفات الرمضانية حبيت قبل نشارك معاكم لبنات هاد لي سوغ اللي جبته لكم نهار اليوم جبت لكم انتخي بان بلان ليكم حبيبة قلبي والله انا فرحانة بزاف لاني رايحة نشاركوا معاكم لانه بعد ما جربتوا انا شوفوا جربتوا على بنت لوسي هنا قدمكم باش شوفوا النتيجة يعني بعينيكم لاني صراحة ما نحبش نشاركها معاكم حاجة حتى نجربها علي ونجربها على بنت لوسي ويعني باش نشوف النتيجة هاكدا باش كي نهضر لكم انا على ام بخدوي رح يكون نهضر لكم عليها بكل ثيقة بكل مصداقية فالا لبنات بنت لوسي بعد ما كي مشتوم غسلت شعرها نشفناه لها بلابغوست اي نزول شاركتها معاكم ديجا من قبل انا هذيك لابغوست ديجا حاليا ما نش نستغنى عليها مم بنت لوسي ومرت لوسي تاني حتى هم اشراوا منها ودوكا حبيت نشارك معاكم هاوليك هدا هو الليسور تاع انزو ليسور تيتانيوم دايو غاكو تشوفوا الكولور تاعو بزاف شابة يهبل النوار بالغوج وكامل وهذيك البوسة اللي رايفة راني نهديها لكم كامل لكم حبيبة قلبي دانك لاباج انستغرام ايزو بخو ديزاد اي دايرتلو بخوموسيون تخفيض لبنت بمناسبة اليوم العالمي اللي المرأة سيختنتو ماليزابون تاع كوزين ساميرا ديزاد راهو بسبعمية وخمسين الف هاد اللي سور هادا الكمية لبنت راهي محدودة دانك لخصها اللي سور شباب اللي سور بخوفيسيونال هاوليك هنا يعني كتوفي هرقيق يديرو مام اندولي وتاني ما يدلكمش بلاسة في الصاك ولا في الحقيبة ولا ساخن بزف 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 لبنت هاد اللي سور يوصل لحتى الـ 1280 في درجة الحرارة ديالو يعني قوي بزف الله يبارك وعكو تشوفوا يعني كيفاش يليسي الشعار يعني ما شاء الله غابد يعني تعتمتم شوفوا النتيجة ووريت لكم لبنت كيفاش كان شعرها من قبل وشوفوا دوكا بعد ما استعملنا اللي سو خرج يهبل ما شاء الله وشاي ما كانت فرحانة بزف بزف يعني بالنتيجة اللي تحصلنا عليها نقولها بصحتك حبيبتي شاي ما الله يبارك ما شاء الله خرج شعرك يهبل يهبل دونك البنت راني رايح نخلي لكم لوليان تعلق الاستمارة بش يعني يديروا الطالبية ديالكم وإلا رقم الهاتف رويجوز هنا أمامكم ورح نخلي لكم تاني لوليان تعالى باج انستغرام انزو بخود ديزاد في صندوق الوصف هكذا بيش شوفوا كامل اللي بخود اللي عندهم نعاود نذكركم برك خياتي هاد الوليسو راكو راح نشريوها بشهادة الضامن شوفوا راكو راح نشريوها مباشرة من عند الإمبورتاتور يعني راح نشريوها بخوم يغمان على بي هالسعر اللي شاركتوا معاكم ما تلقاوها في حتى صفحة وتاني شوفوا هادي هي شهادة الضامن كما راكو تشوفوا انزو بخوفيسونال هاد المركة الإيطالية حاجة بزاف شابة ومام اللي سو هادا خياتي ما يجيش بركو وحده يجو معه الزيوت دياله يعني تعاونكم ولا تعالج لكم الشعر ديالكم خاصة اللي عندهم الشعر التالف الشعر المقصف وكامل يعني يحتاطيلو هادك اللمعة تسروع الزيوت برك تاني باش ما ننساش ولا غير عندو الخيط طويل الله يبارك كي مشتوم دونك راكو راحين تستعمله آلاز بالنسبة للزويد ويجو زوج معه تعزويوت عدنا الزيت الاساسي اللولاني مخدم بفيتامين سي وهذا الثاني ثاني وحد الزيت ما شاء الله يمد واحد لمعة هايلا للشعر يعني تستعملوهم بعد ما تتجبدو شعركم بالليسو وهي الكل نتيجة هنا امامكم دلتلكم اللبنات قبل وبعد باش تشوفوا النتيجة واذا كسبتو ما كوش راحين تندمو وضوك اللبنات راني رايح نشارك معكم لانا بتاعي جديدة اللي كي ما كتشوفوا معايا تحصلت عليها من عند لاباش فيسبوك انستغرام اشيال كوليكسيون اللي نحب بزاف نتعامل معاها عجبتكم بزاف لانا بالافلغ اللي شاركتها معاكم المرة اللي فاتت ولكن كي ما قوت لكم الكمية كانت جد محدودة كي ما قوت لكم الظروف تعل يعني الترك اللي جازوا بها الزلازل وكامل هادو مساكن دونك الامبورتاسيون مراهي شكاينة على بيها القمش مكانش كاين بزاف اليوم جبت لكم هادو الموديل بنات تاني بزاف شباب واحد ليو تيسيو تاني حلو ما شاء الله كي ما راكو تشوفو فيه بواحد طريش نت دارتهم لي وش نقول لكم بزاف شابين عجبوني هامليك مطروزين برامضان كريم يعني هيلين لرمضان هكدا تحطيهم للضيوف تاعك يعني حاجة بزاف شابة وراح تشوفوهم معايا في الاخر كيفش يعني حطيتهم في الطاويلة يعني يخرجوا بزاف شابين وفيهم واحد لي كولور تاني يعني ما شاء الله يتماشو مع اي سيرفيس تحطوهم الفق بالنسبة لطريش نت لبنات انا درت لقري وانتو ما يعني تقدروا تبدلوا تقدر تبدلكم نمبر بالنسبة لبنات للسعر هاكده باش يعني تكون عندكم فكرة هادوك تراشن في 6 هاكدك متروزين يعني لبنات بالضوغي هادوك في 6 في هم دارو 2060 وبالنسبة لنابل لبنات يعني النابل تكون ستاندار نقولو بين 130 حتى 180 دير 270 طبعا مبعد السعر رح يزيد على حساب اللي ديمانسيون تعلى تابل ديالكم لتسيو اللي بنات رح 100% كوتان 100% هادوك لي ما يتشربش انتيتاش ووالا رحو انتيتاش وش نقولكم حتشوفوا معايا في آخر فيديو كيفش تفرغ لي جو فوقو وستقولون يعني حاجة ما جاست يعني من هاد اللقماش هادا واحد اللقماش ما شاء الله بزاف شباب دنك لي تديهم في زوج اللي تدي طراشن وتدي لاناب رح تكون عندكم انغيميز دنك حيس قاموا لكم 500 تالف لبنات وخليت لكم رقم الهاتف رويجوز امامكم اذا كنتوا حابين تطلبوه وتزينوا طاولة الرمضان ديالكم مع افراد العائلة تاعكم مع وليداتكم مع ضيوفكم كي جي رمضان ديم نحبو حاجة جديدة هاكدا لتزهننا الخاطر وتفتحنا الشاهية وان شاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة اولا هنا نروح الوصافات لبنات اللي اختارتهم لكم اليوم طابق رئيسي بالباتنجل من اروع ما يكون بزاف بلين قوة يا البنات وعندي لكم تاني مملحة خفيفة بعجينة هيلة قطنية كي ماشتوني في اللول البنات هنا كنا صايمين ايام البيض ان شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم انتم تاني اللي كنتو صايمين سبقت كي ماشتوا معايا في شربة فريك ديالي غلقت عليها لكوكوت خليتها الطيب ومن جيها كي ما كنتشوفو هنا خديت الباتنجل كانوا عندي ثلاثة حبات متوسطين في الحجم في الوصفة هادي نحتاجوا باتنجل ليكون الحبات طويلة شوية قطعتوا الى شرائح كي ماشتوا ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش خشان بزاف ونقلوهم في الزيت وبعد ما يتقلو ونقطروهم مليح مليح هاكده فيكس كاس ولا نحطوهم فوق بابي أب صغبون باش نتخلصوا كامل من هاديك الزيت الزائدة من جيها واحد اخرى البنات شتوني في مقلة كنت حطيت شوية زيت حطيت حبها بصل متوسطة في الحجم تكون مرحية وزيت عليها شوية من صدر الداجج مرحية ثانية رحيتو في الدار زيت عليهم كيما كتشوفوا معايا فص كبير تعتهم عندي هنا الفلفل الحلو الحمر مقطعة مكعابات صغيرة واحد نص حبة وإذا كان ما عندكم شهادة الفلفل الحمر ديرول الخضر زيت الزيت بالنسبة للتوابل درت شوية ملح شوية فلفل لكحل درت توابل خاصة بالداجج ودرت ثاني هنايا مغير فا صغيرة تعال العكري بعد ما تقلو كامل ملح ملح زيت هنا تاني شوفوا معايا مغير فا صغيرة طو ما تشتعل بطا اللي دوبتها في شوية باك تعال الماء من كتروش السوائل هاكدا ونخلوهم يتقلو كامل معا بعض هنا عطروا أنا درت زعيطرة تقدو ديروا أعشاب عطرية درت شوية مع الدنوس ثاني وهادي كياعة راح تكون لها فخص تا الطابق الرئيسي ديانا ودوكا نروح نشوف معا بعض وصفة المملاحات اللي اقترحت عليكم اليوم في الريس بيون ديالي حطيت كاس حلي بدافي 4 كاس تعمى مغرفة كبيرة تع السكر مغرفة كبيرة ما تكون ش مع مر بزاف تع خميرة الخبز الفورية نخلطهم هاكدا شوية احتيدوا بهذاك السكر وانا رايح نزيدوا عليهم 4 كاس تعزيت ولا حوالي 4 مغرفة كبيرة تعزيت نكمل نخلطهم هاكدا ملح ملحتين ندمجوا مع بعضهم البعض ومبعد هنا عندي حبة بيض راي في درجة حرارة الغرفة نفصل الصفار على البيض البيض نديرو في معلينا برك نزيدوا الفارينة ونطموا العاجينة عاجينة تكون طرية نوعا ما تكون تلسق شوية تاني باش هاكدا المملحات هادو ما يجو نخفاف وهاد العاجينة اللي بنت تصلح لجميع أنواع المملحات يعني ديروها كشغل معنا باليش وصفة وكيم يقول حفظوها وتقدروا تديروها لجميع أنواع المملحات يعني تجي من أروع ما يكون هاي لك هانا طميتها برك مليح فوق البلون دو تخاف ورجعتها لغي سيبيون ونخليها تخمر يعني كما قد تكون البنات عجينة بزاف هاي لم تتعبش لا عجل لوال وطمي مليح وخليها تخمر ذو كنحو نحضرو لفخص المملحات ديالنا لتاني هادلا فخص تصلح تاني للعادي دمين الموع الجاند في مقلة حطيت شوية زيت حطيت حبها بصل متوسطة في الحجم تكون مرحية زدت عليها شوية من صدر الدجج أنا هنا تقريبا نص صدر تعلجج درت به زوج وصفات درت فيها كالبت انجل ودرت به هادلا فخص المملحات درت عليهم شوية طاعتها رقيق رقيق نزيدوها هاكدا السلق يعني من الاحسن نديرو هاكدا مباشرات ما وش رايح ياخد لكم طيب تمتم كما تعرف السلق راه رايح يدبال هاكدا نخلوهم يتقلو كي طيبو كامل مقبل ما نطفي عليهم بدقيقة نزيدو قطعة تعل الجبن الابيض وطيق وحتى زيدو جبن مبشور تاني وهاكدا نخلطهم ليحتيدو بكامل هاكد الجبن ونطفي عليها النار ونخلي ولافاق سعنا تبرد باش نستعملوها في الموعد جهنات وممتون العاجينة تكون ان شاء الله خمرت هاك الوقت أنا البنت هنا شوفون وحنديرو دوكال للقغاتان تاعنا وللطابق الرئيسي دينا هاكد لفاق زيت كيتغلى قطرتهم مليح مليح وزيتو هنا في هاد لفاق هادي الروز اللي بنت رح يزكينا لفاق دينا امام رح يتشرب شوية يعني ليدام ليكون في البتنجل وكنت حضرت ثاني ايو سوستومات سهلة وسريعة كنت رحيت في الاشواق ديالي زوج حبات طماطيش طيبين مليح متوسطين في الحجم مع ثلاثة سنينا تتعط وخليتهم يطيبون ضرت لهم عكري زيت ضرت لهم غير فا صغيرة تتعط طماطيش دلت لهم وريقة تعرند وزعيت را وخليت هذيك لاصوس طماط حتى عقدت كما كتوف معايا ما درت لكم ش الوصفة بش الفيديو يجي بزاف ميجي بزاف طويل وصلصة الطماطم يخي كاملة كتوف تحضروها واللي ما تعرفش تكتب صلصة الطماطم سامير را دي زاد في اليوتيوب ورح تخرج لك وهذا الصلصة تصلح للبيتزا تصلح العديد من الوصفات اكوش معايا البنات اللي نهضر على صلصة الطماطم وكتوف معايا طريقة كيف ندير هذك البتنجل ناخدو المول تعل كيك دينا نحطو فيه قبل هذي كلاس وستو مات شوية نستفو البتنجل دينا كي مشتو في الفيديو نحطو نصف تعل الفقص نحطو جبن ابيض في الوسط ونكملو الجزء التاني تعل الفقص دينا ونغلقو عليها هكذا بهذا الطريقة من الفق وبعد نزيدو نحطو من اروع ما يكون ودوك البنات ما بقى برق ندخلو للفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية لحوالي هكذا نقلو 20 الى 25 دقيقة يعني كل شرا هو طيب را كشتو قص برق ما هذك البتنجل يتشرب شو هذي كسلسة طماطم وياخد البنات هذك الحم المرحي هذك الوقت شوفوا العجينة ديالي راه خمرت هاي اللي كان دي غازي ولابات ديالنا نرش مكان العمل بالفرن كمشتو نخرجو كامل الغازات اللي تكون في العجينة ونقسموها الى قطع كما انا شوفوا معايا دارت لي زوج ربعة ستة ثمانية تسعة تسعة قطع يكون متوسطين في الحجم متكبروش لبنات هاد يعني هاد الكويرات هادو متكبروهم ش بزا لانو نحي نزيدو نحشو وهم عايزو يخمرو باش يجو كمو ملاحات يعني ملاح وكتشوفوا يعني العجينة هادي تخرج كمية يعني لبس بيها انا درت ساعة قدرت وما ترح حتى عشرة حبات الله يبارك دوك نبدو ونشكلو فيهم البنات كوشتوني البنات هادوك الكويرات درتهم في ام بلاتو اللي رشيت عليها الفارينة ونغطي وهم هاكدا باش ما ينشفون ناش نسبقو في اول وحدة ولا في اول كرة شكلناها نرشو شويا لبلون دو خافاي دينا نحلوها ما تكون شخشينة بزف وما تكون شرقيقة الجواني بالبنات نبلاطوهم الجواني بتاع الدائرة دينا تعال العاجين ونغلقو عليها نحاولو نخليو هاديك الغلقات تكون شويا رقيقة هاكدا باش ما يجو ناش خشين في الوسط ونكمل انا هاكدا بهاد الطريقة دونك نعمروهم كامل هاد المملاحات دينا نعمروهم هاكدا ونبعدا نروحو التشكيل ديالهم باش نشكلهم نحتاج هاد الخيوط هادو الخاص يعلي نقدرو نديروهم في الماكلة وكامل ونحتاج لكل كرة تعال عجين نحتاج ربعة خيوط نديروهم هاكدا بهاد الطريقة في اللو كشغل نديرو زائد ونبعدا نزيدو زوج خيوط واحد اخر ونديرو كشغل علامة في والفيديو ويعبر لكم ونبعدا نغلقو مع بعض كل زوج يكونوا متقابلين نغلقوهم هاكدا حتى نتحصلوا على هاد الشكل هذا وكيد تكونوا تغلقوا البنات ما تزيرو الش الخيط لانو كما لابلكم العاجين نراي فيها الخميرة راح يضاعف لحجم ديال هاكدا باش الشكل يجي شباب ونبعدا نحو كامل هادوك الزوائد تعل الخيط ليكونوا من الفوق ونتحصلوا على هاد الشكل تعل سيد خوي ولا تعل القارع الأحمر هام لك هنا بعد ما شكلتهم كامل سفار البيض هادا كلي خليتوا ستلو شوي يحلي ببرك وندهنوا بهم هاد المملحات وكي ما قولكم دايما لي عندها الفرن ديال ها ما يحمر زيدي شوية قهوة سريعة الدوابان ولا شوية قهوة كحلة ودهني بهم الموعجانات ديالك رح يعطيك تحمير بزاف هاي لأن حاجة تعجين وكامل من الأحسن تكون طيبة مليح وتكون محمرة باش تجيب بنينة وما مش شكل تح يجيش باب بالنسبة للسير غفيس لبنات كما شتوا معايا الوصفة تقريبا رام كامل واجدين رح ما بقى لبك يعني نشوف في طابق التقديم نستعمل اليوم هات السيرفيس هاد تاعة 32 قطعة سيرفيس يعني بزاف شباب عندو واحد السحر أنا يعني اشتمع ايا شامل سيرفيس من هاد لو موديل بصح هذا هو الموديل لي يعجبني كامل كامل فيهم واحد لو موديل بزاف حلو بهد اللون تاع الفرحة تاع التفاؤل لون بزاف شباب واحد اللون ما تكرهيش منو وفرت هنا لاباج لا فيه 32 قطعة دونك فيه 6 بلا كبار 6 تاع جواز 6 لي بول تاع شربة لا سو يختاع ولي راه كبيرة ما شاء الله وعندو 6 بلا متوسطين المملاحات ولا هاكدا حميس ولا هاوليك شوفوا البنات الشكل تاع طاولة كيفاش خرج والسيرفيس تاني هاوليك باش يبان لكم كامل واش فيه دونك كيم اقول لكم 32 قطعة سيرفيس بزاف شباب مملكة التي تاع بزاف هايلا بالنسبة للسعر تاع البنات دال 1.780.000 والتوصيل راه مجاني شوفوا كامل لموادل اللي عندهم على خاطر عندوش حمل موادل تعطباصة المرة اللي فات كنت شاركت معاكم واحد بالوردة صفرة تانية بزاف شباب وهاد المرة عاود شاركت معاكم هادا اللي جاي باللون الازرق والمملاحة تاني خرجتهم الفرن شوفوا البنات كيفاش يخرج الشكل ديالهم هنا غير نخرجوهم نخلوهم يبردو شوية وبعدا نحيو هادوك الخيوط نحيو قبل هادك العقدة اللي تكون في الوسط نحيوها وبعدا نحيوها الخيوط اللي يكون في الكوتي هاكدا باش منفس دولهم الشكل ديالهم هاكو شتو يعني كيفاش هادك اللابات اسفنجية قطنية وش نقول لكم وبعد تاني هاوليك هنا كنت خرجتو يعني من قبل من الفرن هاد البتنجال ديالنا هاوليك هنا نخلي وهي برد شوية إلاشتو كان نلسق لكم شوية فلي كوتي جوز والموس كامل على الأطراف ومبعدا قلبو فوق سحن التقديم وهاوليك الشكل دياله شوفوا يعني لم الشكل دياله ولا من البنة تاع هاد القغاة هاد بتاع البتنجال اليوم اللي درنا بهاد الطريقة ووالا دو كان بقالي برك نشارك معاكم الأطباق اللي حدرناها معا بعض اكوش تطريشنات هادوك بهادك العفسة هادك نقدروا نحطو فيها هاكدا الفراشط المواس المغارف وكامل دون بخات يكبل بزاف عجبتني الفكرة اللي دارتها أش الكوليكسيون وهدي هي الطاولة دينا هاد البتنجل هاد البنات تقدروا تلافقوه معا لي في خيط كما تقدروا تديرو ولت شوي والفلفل وديرو لشوية ملح شوية زيتون تحطوه كامل ساير داير على الطابق ديالكم كما على بلكم الفلفل ولت ترشي تماشى مليح مليح معا البتنجل الشكل تيعو بزاف شباب وبنين يعني ستقون عندو بنا راهيبة وبالنسبة للمملاحات نديرو في الوسط حبيبة تاع زيتون لك حلول لخضر مع وريقة تعم عدنوس حتى تعطيهم الشكل كما كتشوفو يعني بزاف شباب تقدروا تدهنوهم من الفوق بالبنس وبشوية تاعزيت الزيتون حياطي لهم لمعة ويزيد لهم حتى في البنة والله يشوفو هذه كلابات اللي كما قلت لكم تصلح لجميع أنواع المملاحات يعني تجيطرية ما شاء الله تجي بزاف هاي لها حتحمر لكم موجهكم هاد العجينة هادي كشتو الشكل تاع المملاحات وعدنا شرب فريق تاني هاي لك هنا كما قلت لكم كنا صايمين يعني صدقوني فرحتهم اليوم أفراد العائلة بهذا الطاولة هادي ومشاء الله انتم تفرحوا بهذا ضيوفكم ولا عائلتكم ومشاء الله تحتفظوا بهذا الوصفات اللي شاركتها معاكم لشهر رمضان الكريم خاصة هاد الطابق تع البتنجل ولا الوصفة تع البتنجل مع هاد الوصفة تع المملاحات بهذا لفخص هادي اللي كما قلت لكم مع جينا تصلح لجميع أنواع المملاحات ولا فخص ثاني نقدر نديروها ولا نحشو بها العديد من المعجنة تشوفوا والله يا خياتي تقولوا بريوش هاد لابات هادي وبوغطان كشتوها درناها غير بالزيت حاجة بسيطة مقادير بسيطة كما يقولوا النتيجة بزاف هايلة وشوفوا البتنجل دينا كيفاش يجي الداخل بنينا لا فخص هادي اللي درتها اليوم أنا درتها اليوم بالجاج أنتوا ما تقدروا تعوضوها بالحم تاني الحمل المرح يجي تاني بزاف بنين به شوفوا كيفاش يجي الداخل يعني روعة 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 فقط بنسبة اللي بات نجلب نات كيت قلي وخلي وهي قطر مليح مليح يعني من أحسن تسبقو فهو اللول خلي وهي قطر بيا واحد زود سوايع ولا ثلاثة حتى يتنحلو كامل هاداك الزيت ومبعد يعني ديرو هي طيب وقلكم خياتي شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجنة وهنا كيما قلتكم شوفوا تفرغ لي جي فقلان بهادي انتي تاش ما شوفو يعني راهي مانعة للتسرب حاجة مجوز يتفرغ لك وش فيتفرغ لك حاجة مجوز تم تم شوفي بالبابي اكي رايحات رفضي كلش والله يعني غير كشغل ما كان حاجة مسالة دونك هادي هاي لسيخت هاقدر عندك ضيوف ولا ساحة شربة ولا يعني لاناب هادي ما رايح يصير لها والو والو وكيما قلتكم بنسبة باش تحال نحن خلي لكم لليام في صندوق الوصف هاكدا باش تاخدوا افكار تشوفوا كامل وش عندهم وصلنا لنهاية تعالى فيديو تعالى نهار اليوم نعود نقولكم كل عام وانتونا بألف خير وبصحة وعافية حبيبات قلبي اذا كان عجبتكم ما تنسوني الشبجام وقولكم احبكم في الله في امان الله